تزامناً مع حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي انتهى قبل قليل اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتغريدات الحفل شهد أيضاً عشرات التغريدات لصور سيلفي لمشاهير الممثلين وبفضل مقدمة البرامج الأمريكية أيلين دي جينيريز تحقق رقم قياسي عالمي جديد لإعادة إرسال صورة سيلفي تقطتها مع مجموعة من أشهر ممثلي هوليوود بعد حصولها على أكثر من مليوني إعادة تغريد لتصبح الصورة الأكثر تغريداً في التاريخ وبذلك تفوقت صورة إيلين على صورة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو يعانق زوجته بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية في نوفمبر عام 2012